إن شاء الله خلال أيام والأسابيع القليلة القادمة بتستقبل واحد من أهم الأحداث إن لم يكن أهم حدث في العالم في هذا التوقيت وهو مؤتمر التغير المناخي الكوب 27 حد كده من أهلين يقول لك مناخ إيه عام وتغير مناخ إيه عام ومن حق أن يسأل السؤال ده فأنا أو فريق العمل برنامج قرر إنه يدي لحضراتكم نموذج بسيط لأهمية هذا المؤتمر حضراتكم عارفين إنه العالم الكبير عالم الفيزياء الكبير ألبرت أينشتاين من سنوات بعيدة جدا طلع قال فرضية غريبة قوي قال إنه إذا النحل اللي إحنا عارفينه اللي بناكل العسل بتاعه إذا اختفى فإن البشرية هتختفي من العالم بعد أربع سنوات بالزبط وقتها الفرض العلمي ده ما اتخدش مأخص جد يعني قاله يعني دي حاجة مستبعدة الراجل ده بنا نظريته العلمية أو بنا الفرض العلمي بتاعه على إيه بناه على حاجة اسمها السلسلة البيئية المتربطة بمعنى إيه ربنا خلق الكون يعني ما فيهوش غلطة كل حاجة فيه ماشية كده مظبوطة أي نوع من اللعب في ميزان الكون بيعمل خلل والخلل ده بيتسبب في إنه فيه حاجات بقى بتنقارد حاجات بتضيع إحنا كبناء أدمين ممكن نضيع في لحظة لو حصل خلل في الميزان البشري تخيلوا بقى إنه حياتنا إحنا كبناء أدمين مرتبطة بالنحلة النحلة اللي حضراتكم عارفينه هتقولي إزاي هقولك إنه علميا ثبتة إنه النحل مسؤول عن حوالي 75% من الغذاء اللي إحنا بنكله النحلة هو مسؤول الرئيسي عن التلقيح فبالتالي مثلا فيه نحلة اسمها النحلة الطنانة النحلة الطنانة دي اللي لها ما فيش طماطم تخيلوا لإنه هي مرتبطة بعملية التلقيح اللي بتحصل عند النبات بتاع الطماطم للأسف الشديد مؤخرا ده نموذج بس بسيط اكتشفوا إنه النحل في العالم قل بنسبة 45% 45% من النحل انقارد فبالتالي ده بس نموذج بسيط يقولكم إنه إحنا مستقبالنا كبشر ممكن يتهدد بسبب نحلة طيب قالوا ليه النحلة ده انقارد قالك بسبب التغير المناخي بسبب ارتفاع درجة الحرارة وطبعا فيه أسباب أخرى ليه علاقة بالمبيدات واستخدام المواد الكيميائية وغيره وكده عاوز أقول لحضراتكم إنه للأسف الشديد المسؤول الرئيسي والأول عن تغير المناخ في العالم هي الدول العالم المتقدم لأنه الصناعات المتقدمة اللي ما فيهاش أي مرعاة لظروف البيئية هي السبب الانفجارات والطاقة النووية وحاجات كتير جداً أسباب كتير عاوز أقول لكم إنه الحاجات البسيطة اللي عندنا احنا في دول العالم النامي ما هياش مؤسرة بشكل رئيسي اللي مؤسر بجد هي دول العالم المتقدم والفطوعة العالم كله بيتفاح فالعالم أو دول العالم متقدم ليه بتصدر للعالم أنها هي الدول التي تقود البشرية إلى الأمام للأسف شديد هي مسؤولة مسؤولية واضحة وصريحة عن التغير المناخي اللي بيهدد حياة البشرية كلها وبيهدد حياتنا وبيجيب لنا الأمراض والأوبئة وكل حاجة يعني كل حاجة سيئة للأسف بتيجي من هناك فمؤتمر التغير المناخي هو لقاء وفرصة لقادة العالم كله والعالم كله وقادة العالم كله موجودين على أرض جمهورية مصر العربية عشان يتناقشوا في مستقبل العالم ومستقبل البشرية وكل واحد يشيل مسؤوليته تجاه مستقبل بلدنا أو مستقبل البشرية كلها طبعا إحنا في النهاية نبص على بلدنا لكن مستقبل البشرية هو الأساس ولأن مصر هي جاءت ثم جاءت تاريخ ومصر هي دائما تكتب التاريخ يعني يشاء القدر وطبعا القوة والإرادة السياسية المصرية كانت سبب أن مؤتمر التغير المناخي هو يكون في هذه الدورة من مصر في لحظة حارجة جدا جدا بتواجه العالم فبالتوفيق إن شاء الله ومستقبل أفضل للبشرية ترجمة نانسي قنقر